اشتركوا في القناة عز وجل أن يعيد شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير والمسرات وأكد جلالته أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والإخاء بين جميع أبناء مملكة البحرين تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية بما يجسد المبادئ السامية التي يحفل بها تراثنا الإسلامي الأصيل منوها جلالته بأهمية الاستفادة من هذه الأجواء الروحانية والإيمانية من الشهر الكريم لتعزيز الوحدة الوطنية من أجل الحفاظ على مكتسبات مملكة البحرين والتي تحققت بفضل سواعد أبنائها المخلصين في كافة الميادين وقد رفع سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسمى آيات الشكر والتقدير لهذه الزيارة الكريمة والتي تؤكد حرص جلالته رعاه الله على التواصل مع المواطنين في هذه الأيام المباركة ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بمفور الصحة والسعادة ويحقق للبحرين في عهد جلالته الزهر كلما تصب إليه من رفعة وتقدم وتطور ترجمة نانسي قنقر 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 ويعيد هذه المناسبة الكريمة على شعب البحرين بالخير والبركات ويحفظ مملكتنا البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأكد جلالة الملك المفدى أن هذا الشهر الفضيل هو شهر تعزيز قيمه ومبادئ التواصل والترابط بين أبناء البحرين والحرص على تعزيز روح الأخوة والمحبة فيما بينهم منوها حفظه الله بهذه المجالس الرمضانية المباركة التي تمثل جانبا مضيئا من تراث مملكة البحرين والذي يجب المحافظة عليه وترسيخ أهميته وقيمته في نفوس الشباب والأجيال الناشئة وذلك لما له من دور في تأكيد التألف بين الجميع بما يعكس عرقة تاريخنا وأصالة ثقافتنا ويعزز روح الأسرة الواحدة بين أبناء الوطن الواحد مؤكدا جلالته بأن الدعامة الأساسية لأمن هذا الوطن هو ما يجمع أهل البحرين من حب للخير والتعايش النابع من تراثنا العريق وقد رفع سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أسماء آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته بزيارة مجلس سموه والتي تصب في إطار ما دأب عليه جلالته في تواصل مع المواطنين وزيارة المجالس في هذه الأيام المباركة مؤكدا أن الحضور بالمجلس تشرف بالسلام على جلالته والاستماع إلى حديثه حفظه الله ورؤيته السامية لضرورة الوحدة الوطنية وتماسك بين أبناء المجتمع وتعامل الأمثل مع ما تموج به المنطقة من تحديات بشكل يحفظ لوطن العزيز أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر 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 ويحقق للبحرين وشعبها الكريم تحت قيادته الحكيمة كل ما تصب إليه من تقدم وازدهار في عهد جلالته الزهر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يصبغ على جلالته نعمة الصحة والعافية نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر